السؤال الذي يعني لي هذا كان خالي مريضا في رمضان السابق فقير ليس معه وقود يومه لم يصمه ولم يطعم حتى مات منذ خمسة أشهر ماذا أعمل الآن وما السبيل إلى براءة ذمته الجواب عن هذا أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يرجع لهم برء ينتقل الواجب في حقهم من الصيام إلى الإضعام لماذا لأن التكليف مناطف القدرة لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد قال تعالى في هؤلاء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ابن عباس يقول هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى شفاءه حكمه حكم الشيخ الكبير من قدامة في المغن يقول والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطق ويطعم لكل يوم مسكين لأنه في معنى الشيخ وطبعا القول بوجوب الفديال القادر في حالة تسير إخراجها فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه وعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يستقيله وتبرأ بذلك ذمته لأن التكليف مناطه القدرة العلامة تحتاوي في حيشته على مراقل فلاه يقول فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله أن يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه لما من نوى رحمه الله يقول وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ فكان معسرا هل تلزمه إذا قدر قولان والأولى بأنها لا تجب لأنه لم يكن أهلا أيضا في مقام آخر يقول والشيخ الهرم إن كان عاجزا عن الإطعام فلا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى إذا عجز عن الفدية تسقط عنه كما سقط عنه الصوم لعجزه وربك جل جلاله واسع مغفرة وما جعل عليكم في الدين من حرج وإذا ضاق الأمر التسع خذتا في النموات